بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الابتدائي بشركة أفاق التعليمية ومع درس جديد في مادة لغتي مع الوحدة السادسة صحتي وغذائي أول درس في الوحدة السادسة بعنوان طعام ملوث نقرأ الدرس طعام ملوث قال المعلم هل تعلمون يا أبنائي أن زميلكم محمدا يرقد في المستشفى فواز لما هو في المستشفى مرة أخرى سنقرأ هذه الصفحة طعام ملوث قال المعلم هل تعلمون يا أبنائي أن زميلكم محمدا يرقد في المستشفى فواز لما هو في المستشفى لأنه أكل طعاما ملوثا اشتراه من أحد الباعة الجوالين غير المرخص لهم بالبيع فأصابه ألم في بطنه صالح ما رأيك يا أستاذ أن نعود محمدا ونطمئن على صحته أحسنت يا صالح بارك الله فيك مرة أخرى هذه الصفحة لأنه أكل طعاما ملوثا اشتراه من أحد الباعة الجوالين غير المرخص لهم بالبيع فأصابه ألم في بطنه صالح ما رأيك يا أستاذ أن نعود محمدا ونطمئن على صحته أحسنت يا صالح بارك الله فيك هنا في هذا الدرس نرى أن المعلم عندما دخل الفصل قال للأبناء للتلاميذ أخبرهم أن زميلهم محمدا يرقد في المستشفى مريض هنا سأل فواز لما هو في المستشفى هذا سؤال استفهام سلوب استفهام من فواز يسأل لماذا ما السبب الذي جعل محمدا يرقد في المستشفى أجاب المعلم لأنه أكل طعاما ملوثا اشتراه من أحد الباعة الجوالين من هم الباعة الجوالين أحسنتم نعم الباعة الجوالين هم الذين يبيعون الطعام في الشارع يكون مكشوفا وعليه الحشرات والزباب ومعرض للأتربة وغير نظيف وهؤلاء الباعة الجوالين غير مرخص لهم بالبيع نعلم أن باعة الطعام لا بد له من ترخيص مثل المحلات والمطاعم المعروفة لكن الباعة الجوالين طعامهم غالبا يكون ملوثا وغير صحي ومعرض للأتربة وغير مرخص لهم بالبيع في الشارع فأصابه ألم في بطنه عندما تناول هذا الطعام أصابه ألم في بطنه وانتقل إلى المستشفى صالح قال اقتراح جميل نعم أحسنتم هذا اقتراح صالح قال ما رأيك يا أستاذ أن نعود محمدا ونتمئن على صحته ما معنى نعود محمدا كلنا نعرف أن كلمة نعود بمعنى نرجع وعادة معناها رجع هل هنا كلمة نعود بمعنى نرجع لا 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 يستقيم الكلام الكلام لا يصح لو كانت نعود هنا بمعنى نرجع أحسنتم ما معنى نعود محمدا نعود هنا بمعنى نزور كلمة نعود هنا بمعنى نزور نزور محمدا لأن زيارة المريض تسمى عيادة المريض عيادة المريض أي زيارة المريض فعندما نقول نعود محمدا أي نزور محمدا في مرضه ما رأيك يا أستاذ أن نعود محمداً ونطمئن على صحته قال له المعلم أحسنت يا صالح بارك الله فيك نعم هذا اقتراح جيد جيد جداً وممتاز أن نزور المريض وندعو له ونطمئن عليه هيا بنا نستخرج بعض المهارات الهامة في هذا الدرس أحسنتم نجد أن هنا مهارات كثيرة فكلمة تعلمون بها مقطع ساكن أحسنتم وأيضاً بها مد بألواب كلمة أبنائي أحسنتم بها مقطع ساكن وبها مد ألف وبها أيضاً مد يا كلمة محمداً أيضاً بها شدة حرف مضعف مشدد وبها تنوين بالفتح كلمة زميلك زميلكم نعم بها مد بأليا أيضاً كلمة يرقد بها مقطع ساكن كلمة في بها مد يا المستشفى نعم ما نوع في كلمة المستشفى أحسنتم هنا القمرية وأيضاً بها حروف ساكنة نعم في نهايتها أحسنتم يا أبطال ممتازين المستشفى في نهايتها ألف مقصورة ترسم على شكل أليا بدون نقاط وتنطق ألف ألف مقصور المستشفى أحسنتم يا أبطال وأخذنا قبل ذلك كلمة الحلوى أيضاً كان بها ألف مقصورة وكلمة إلا تعرفنا أن اسلوب لما هو في المستشفى هذا اسلوب استفهام أي سؤال عندنا أيضاً في هذه الصفحة هناك الكثير من المهارات نركز على بعضها كلمة طعاماً وكلمة ملوثاً نعم بها تنوين بالفتح كلمة الجوالين بها أحسنتم شدة وبها القمرية كلمة الباعة بها القمرية وبها تا مربوطة ممتاز أحسنتم بطنه بها مقطع ساكن كلمة ألم بها تنوين بالضم هناك طبعاً الكثير من الكلمات بها مقطع ساكن نلاحظ كلمة بالبيعي البيعي هذه كلمة بها القمرية البيعي دخلت عليها في البداية حرف البي حرف الباعة بي كسرة فصارت بالبيعي هنا طبعاً الباعة زائدة أحسنتم لا تغير من طريقة كتابة الكلمة فلا نحزف الألف ولا نحزف اللام لا نحزف شيء من الكلمة فقط ندخل الحرف حرف البي ثم نقرأ الكلمة بالبيعي أحسنتم يا أبطال هذه كانت أهم المهارات الموجودة عندنا هناك طبعاً كثير من الكلمات بها شدة وبها مقطع ساكن عندنا أيضاً كلمة محمداً بها تنوين ننتقل الآن إلى الأسئلة نجيب على هذه الأسئلة شفاهياً وإذا أردتم أن تكتبوا الإجابة بخط صغير في الكتاب لا مانا السؤال الأول يقول بما أخبر المعلم تلاميذه أحسنتم بما أخبر المعلم تلاميذه أن زميلهم محمداً يرقد في المستشفى هذه هي الإجابة أخبرهم أن محمداً يرقد في المستشفى لأنه أكل طعاماً ملوثاً مما كان يشكو محمد أحسنتم بارك الله فيكم كان يشكو من ألم في بطنه من أين اشترى محمد أطعام الملوث؟ نعم اشتراه من أحد الباعة الجوالين غير المرخص لهم به البيع من طلب زيارة محمد؟ نعم الذي طلب زيارة محمد هو طلب الزيارة هو صالح صالح هو الذي طلب زيارة محمد ما رأيك في شراء الطعام من الباعة الجوالين؟ طبعاً كما وضحنا أن الباعة الجوالين طعامهم ملوث فلا يصح أن نشتري منهم حتى لا نتعرض مثل محمد للمرض وألم البطن أفكر طعام الباعة الجوالين غير المرخص لهم بالبيع ملوث دائماً لماذا؟ وضحنا هذا السؤال قلنا لأنه معرض للأتربة مكشوف ومعرض للأتربة ومعرض للذباب ومعرض للحشرات الناقلال الأمراض هنا في هذا السؤال أصل كل كلمة بما يدل عليها أصل كل كلمة بما يدل عليها سنصل بائع جوال بائع جوال هذه العبارة الأولى نصلها أي الصور هنا تدل على البايع الجوال أحسنتم هذا هو البايع الجوال نصل كلمة بائع جوال هذه العبارة بصورة البايع الجوال أحسنتم كلمة مستشفى طبعاً هذه صورة المستشفى سنصلها بالمستشفى إذن سنصل بيع جوال بهذه الصورة ومستشفى بصورة المستشفى نعود كلمة نعود ما معنى كلمة نعود وضحناها نعود أي نزور المريض نعود نزور مريضا سنصل كلمة نعود بكلمة بجملة نزور مريضا هكذا كلمة ملوث معنى ملوث أي متسخ طعام ملوث أو ثياب طعام ملوث أي متسخ طعام ملوث أي متسخ وعليه أتربة ومكروبات معنى ملوث أي متسخ ومعنى نعود أي نزور مريضا أحسنتم يا أبطال هنا في هذا السؤال نقرأ بعض الكلمات المستشفى نلاحظ في نهاية المستشفى كما وضحنا ألف مقصورة أحسنتم وأيضا كلمة على أيضا في آخرها ألف مقصورة أكل طعاما ملوثا هنا نلاحظ التنوين تنوين الفتح ونعلم جميعا أن تنوين الفتح يحتاج بعده ألف تنوين الفتح يحتاج بعده ألف كما نرى طعاما وكلمة ملوثا اشتراه من أحد الباعة الجوالين غير المرخص لهم بالباعة هذا تعريف الباعة الجوالين قلنا أنهم يبيعون الطعام في الشارع وغير مرخص لهم بباعة الطعام هنا في هذه الصفحة يا أبطال هذه صفحة خاصة بالخط عندنا جملة وهي جملة أكل محمد طعاما ملوثا سوف نكتبها كما نرى نبدأ من الأسفل يا شباب نبدأ من الأسفل نكتب على السطر الأحمر في الوسط ولا نتعدى الخط فوق ولا الخط أسفل ونكتب بالحركات نبدأ بالأسفل نكتب من هنا من الأسفل ثم نصعد بهذه الطريقة من الأسفل إلى الأعلى حتى يكون دائما نظرنا على الجملة التي فوق ونكتب مثلها في هذه الصفحة أحلل الكلمتين الآتيتين ثم أكتبهما طبعا كلنا تدربنا على تحليل الكلمات إلى مقاطع وحروف هيا بنا نحلل كلمة صالح أحسنتم هنا عندي صا بها مد ألف صا طويلة ونحن نعلم أن المد والممدود يكونان في مربع واحد نكتب صا هنا وهنا نكتب اللي حرف الله وهنا نكتب الحا الحو هنا صا وهنا لي وهنا حن في هذه النقاط نكتب صالح مرة أخرى مجمعا كلمة يرقض أحسنتم بها مقطع ساكن ونحن نعلم أيضا أن المقطع الساكن نضعه في مربع لحاله فنكتب ير مقطع الساكن هنا ثم ألقى ثم أدى وهنا نكتب الكلمة مجمعة يرقض السؤال الثالث أكتب الجملة مضبوطة بالشكل جملة أحسنت يا صالح نكتبها أيضا هنا على الخط في الوسط مثل هذه الجملة تماما بالحركات هنا جملة الإملاء سوف مع المعلم إن شاء الله في دفتر الإملاء كتاب الإملاء سوف نقوم بكتابة هذه الجملة إملاء مع المعلم نريد أن نعود محمدا في المستشفى أشكركم يا أبطال وإن شاء الله نلتقي في درس قادم من دروس مادة لغتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة